أهل البيت دولة الكويت شنو تقول عن مولد النبوي عند قبر ابوه سيد 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 حمير فاعي دينام شغل طريق رفعي الصوية بحر الكامل قالوا أنا فرحوا هل تراه يجوزوا أتعجبوا المحروم وكيف يجيزوا خليكم معنا لحظة شوية هم يفرحون لكل حادثة جرت ولعيدهم وفدت إليه رموز ويتسابقون لمدح كل معظم ويراعهم لنبيهم مجزوزوا هم يفرحون إذا تزاعد مجدهم ولذكر مولد خيرهم هم شيزوا الله عين الغرام وعين عين خطابهم في كل واد هيمة وطروزوا ما بالهم صمتوا وخاب قريضهم بكأنما ميزانهم مهزوزوا أقلامهم نكست وجف مدادها نفذت مياه البئر فهي نكوزوا فقدوا المشاعر والمحبة والجواف القلب خاون والشغاف عجوزوا والله قد مدح النبي بقوله خلق عظيم هل بذاك غميزوا والله ذكر في الكتاب بفضله يذكر في الكتاب بفضله بذكركم فليفرحوا ويفوزوا يا أيها الأحباب هل ربيعكم سلوا سيوف الشعر فهو هجيزوا هل ربيعكم هاتوا من القول البديع لآل أن ليشاعف الأرجاء ذا الإبريز والسكثر ومدحن بذكرى مولد جعلت له الآية وعلت له الآيات والتجهيز فرحن بمن صلى عليه إله والله خير رب خالق خالق وعزيز وجاء الربيع فيا لها من فرحة جاء البشير وإنه لرميز وجاء الربيع بنوري وجماله جاء الحبيب وأنه لمزيز والله ما صلع سيدنا محمد وعلى صحبه السلم وذاته وصباته وجميع الأنبياء كما صلت عليه الملائكة جاء الربيع فكيف لا نسمو به في العالمين وأنه لبروز صلى عليك الله يا خير وراء وحدا وحدا بركبك عاشق وهميز صلى عليك الله يا بدر السماء وشدى بحبك في السحابة رزيز صلى عليك الله يا غيثا هما أنت العطاء فإن منك كنوز والآل والصحب من أحببتهم فاز الكرام إنهم لركوز وهذه الكلمات آية القرانية لم ترى أنهم في كل واد يهيمون الشعراء آية ثمية خمسة وعشرين كأنهم خشب المسند المنافقون آية أربعة وإنك العلاء خلق العظيم سورة القلم آية أربعة قل بفضل الله برحمتي في ذلك فليفرحوا خير مما يجمعون يونس آية ثمانية وخمسين شجعوا الندى زارة المصطفى عليها وعلى أبيها وزوجها وبنيه ابن أخيها والصلاة والسلام والسادة الصوفية والجميع شجعوها في كتابها وهذه سيرة الذاتية والله يرحم أبيها والجميع